اللي أنا فهمه حالك قلتها في نص كلامك موضوع ضغط المباريات والإرهاق وقلتني أنه القلب برضو محتاج ريكاوري ومحتاج زي كل العضلات اللي في الجسم هلأ قدر الله ضغط المباريات ده ممكن يأثر على القلب وممكن يحصل عملية أزمات قلبية يحصل أي مشكلة؟ الموضوع ده هو موضوع كبير قوي وعارف وشاغل الباحثين جدا علشان كده دايما بيوصوا دايما في بالذات اللي هي طبعا البطولات الكبيرة قوي بأن أنت لازم قابل بيسموه Pre-Competition Assessment اللي هو فحص القلب الرياضي قبل البطولات ليه؟ علشان تتأكد من أن هذا الشخص فت أنه هو يخوض المباريات لأن أنت عارف مثلا بطولة زي كاس العالم شهر على طول كل اللاعبين بيلعبوه طيب إيه لو إيه؟ في بعض اللاعبين اللي حصلوهم وفات وسكتة قلبية مفاجئة أو توفو كانوا بياخدوا عينة جدا من القلب ببقى بوست مورت بيسموها بوست مورت بياخدوا عينة بعد الوفاعة لأوا القلب سليم لكن لما في اللاعبين بقى اللي حصلوهم ورجعوا لأوا أن فيه على فيه تغيرات القلب بينقبض إزاي؟ يمكن أن أقف في الحتة دي القلب بينقبض إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل من إعجازه إن لأوا أن عملية الإنقباض والإنبساط في القلب بتتم عن طريق بوابات آيونية فيها كالسيا موسوديم وكده دخل حاجة دخلة وخرجة في عملية تبادل لما بيحصل خلل في البوابات دي بيحصل ركفة القلب بيطلخبط في الدربات هو بيحصل السكتة وده اللي حصل لإيركسون وإيركسون كان مصاب بكوفيد يعني دي قصة تانية برضه إنه كان مصاب بكورونا وممكن الكورونا بتعمل الموضوع ده عشان كده خبال حضرتك برضه حطوله ركبوله بطارية اللي هو جهاز الصدمات الداخلي علشان لو حصلوا الموضوع ده لأنه عمل كل فحوصاته ورانين مغناطيسي على القلب ويبصوا على كل حاجة في القلب لقوها سليمة ما كانش فيه تفسير واضح لليه اللي حصل ده غير إنه هو متعافي من كورونا فممكن يكون عنده التهاب بسيط في جدار العضلة عمل خالة الآيوني وعمل لخبطه في ضربات القلب فحطوله الجهاز ده هواته وسبوه يلعب لو حصل ده مرة تانا هيوقف خالص حتى المواضيع ده لغاية دلوقتي لم يحسن فيها ولكن دايما التوصيات بتقولك إيه تقولك اللاعب اللي يبدأ يشتكي من حاجة كمدير طبي بالذات من نهجان تصارع في ضربات القلب غير معتاد لازم يتوقف ويتفحص كويس قوي لو اللاعب ده هو تحصل له نوع من أنواع الإغماءات أو أنه هو نقدر نقول عليه نوع من أنواع الزغلالة أنه هو مش متزن شوية يوقف ستوب ويبدأ إيه يعمل وراجع وراجع في حصاته أو يعمله في حصات جديدة الحاجة التانية المدير الطبي مهم جدا كده مع المدير الفني يبدأ يوزنه اللعيبة بحيث أن أنت إيه اللعيب ده مهم هو أن ينزل المطش ده ممكن تريحه في المطش اللي بعده وتنزله على النص التاني لازم فيه نوع من أنواع عارف حضرتك اللي هو بيسموه إيه تخفيف الأحمال بشكل بشكل متناسق مع اللياقة البدنية للعجل علشان كده مهم جدا في كل لعبة فيها فيها جهد عالي مدرب الأحمال مهم جدا ليه بقى؟ مدرب الأحمال ده هو بيقدر بيوصل معاك لأعلى حمل تتحمله على حسب طولك ووزنك وعلى حسب موقعك في اللعبة لأن أنت لو ما وصلتش للحمل ده في وقت قياسي بطريقة معينة بحسابات دقيقة جدا وحسابات طبية يبقى أنت مش هتقدر تكمل أنت ممكن يحصل لك مشكلة سواء على الجهاز العضلي بتاعك أو على مشكلة القلب وبالتالي المدرب الأحمال إذا ما كانش بروفيشنال وعارف هو بيعمل إيه أنت ساعتها عندك مشكلة عندك مشكلة كبيرة وبعدين خبال حضرتك يمكن من كتر ما الواحد شاف أنا بيجي عليها وقت أبص على اللاعب أقول له أنت مفتمرنش كويس لا فاندم أنا بقى أنا ملتزم في التمرينات فأرجع بص بقى على مدرب الأحمال تلاقي أنه هو مش مستغل الكتلة الجسمانية بتاعت الشاب ده أو اللاعب ده أنه هو يوصل معاه لأكبر حمل يتحمل به المباريات وبالتالي ده ممكن يعمله مشكلة في وسط الموسم واخبال حياتك